الآن نشرة الأخبار مع سؤد الطارق نشرة رئيسة لأهم الأنباء أهلا بكم نبدأها بأهم مما فيها بعد أن أكمل البرلمان بنوده نواب يؤكدون إلغاء المحكمة الاتحادية لمشروع قانون الأمن الغذائي الطارق أكثر من ألف وخمسمائة منطقة بالمدن المحررة ملوثة بالألغام الأمم المتحدة تؤكد المخلفات تكشف بالعين المجردة مائة وستة عشر يوما مغبرا في السنة البيئة تحذر الرقم مرشح للزيادة والمخاطر أمنية واقتصادية أهلا من جديد البداية قضائيا إذ قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي الطارق وقبول الدعوة المقامة ضد القانون بحسب ما أعلنه نواب يأتي ذلك بعد يوم على تأجيل البرلمان التصويت عليه في جلسة أمس بعد أن أكمل قراءة القانون وتدقيقه في اللجنة المالية إلا إن خلافات حوله حالت دون عقد جلسة التصويت عليها فيما أكد نواب أن القانون وضع لتجنب التأخر في إقرار الموازنة العامة وتداعياتها إلى ذلك تظاهر مئات الخريجين العاطلين عن العمل أمام مبنى وزارة النفط في شارع فلسطين ببغداد العاصمة مطالبين بالتثبيت على ملاك الوزارة هذا وطوقت قوة أمنية من قوات حفظ القانون مبنى الوزارة وأبعدت المتظاهرين عن الشارع المحاذي للمبنى كما شارك في التظاهر عدد كبير من موظفي عقود وزارة النفط وطالبوا بتحويلهم إلى الملاك الدائم في الوزارة بعد أن مضوا سنوات بالخدمة وفق صيغة العقود هذا وأقدم المئة من المحتجين على إغلاق مصفى ذيقار النفطي لليوم الرابع على التوالي ومنع دخول الموظفين في إطار المطالبة بالتعيين وتوفير فرص العمل هذا وطالب المتظاهرون من خريجي المعاهد والكليات في محافظة ذيقار بتوفير فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل فيما أشارت مصادر صحفية أن المصفى لا يزال متوقفا عن العمل بسبب منع الموظفين والكوادر العاملة والمركبات الخاصة بنقل المنتجات النفطية الدخول إليه في تلك الأثناء أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عملية منح القروض الصغيرة للعاطلين المسجلين ضمن قاعدة بياناتها في بغداد والمحافظات بسبب عدم توفر التخصيصات المالية لازمة وقال مدير الإعلام في الوزارة نجم العقاب إن وزارته كانت قد فتحت قبل عام من الآن باب الشمول بالقروض الصغيرة لخمسة ألاف مستفيد في بغداد والمحافظات من خلال موقعها الألكتروني وتقدم على إثر ذلك نحو 224 ألف مواطن لافتا الانتباه إلى تعثر عملية منح القروض خلال العام الحالي بسبب عدم وجود تخصيصات مالية كافية والاعتماد على ما يتم استرداده من المستفيدين من القروض السابقة هذا واضطرت العديد من المعامل الانتاجية في بابل إلى تسريح الآلاف من عمالها من الخدمة بسبب توقفها عن الانتاج بسبب أيضا تخلف خطوطها الانتاجية عن مثيلاتها في الدول الإقليمية والعالمية غرفة صناعة بابل أكدت أن من أهم الأسباب التي أدت إلى توقف المعامل المذكورة هو عدم مواكبتها للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم فضلا عن تقليل كلف الانتاج وبالتالي منافسة المواد المستوردة وطالبت الغرفة في بين الله الحكومة المركزية الوقوف مع أصحاب المعامل عبر القضاء على الروتين ومساعدتهم لتطوير أعمالهم كما شددت على ضرورة تفعيل قرار أتمتت المنافذ الحدودية الكترونيا حيث ستوفر للصناعيين الذين يستوردون مواد من الخارج بيئة مريحة وآمنة للعمل هذا وتظاهر العشرات من مواطني قرية خزنة في محافظة نينوى مطالبين الحكومة المحلية بالالتفات إلى تلك القرية التي تعاني منذ عدة سنوات من نقص بالخدمات الأساسية مواطن قرية الخزنة تنكر الأهمال الحكومي المستمر ونقص الخدمات حيث أكدوا أن القرية تخلو حتى من مستوصف صحي ومدارسها بلا كوادر تدريسية وطالبوا الحكومة المحلية بالإسراء بتوفير أبسط مقويمات الحياة لتلك القرية التي يقطنها نحو خمسة ألاف شخص انشاءت في قرى جنوب الموصل الإعمار ونحن نتمنى لهم الأفضل نعم هم مواطنون لكن نحن ما ذنبنا ألسنا عراقيون ألسنا من محافظة نينة ومحسوبين على موصل نطالب بحقوقنا الشرعية التي كفلها الدستور واليوم الوقفة احتجاجية وسيكون التصعيد أكبر إذا لم يكن هناك حلول جزرية خمسة أشهر قرية خزنة تعاني من هذه الطريق الطريق تفلشت بعدم انتفاق من المقاول وبعض الجهات الطريق بقت كما هي والطريق على قولتنا الطريق رئيسي يعتبر أكثر القرى 26 قرية هذا طريقنا وطريق ما حد يقللنا ليش وعليش لي حد اليوم مركز صحي ما عدنا بالقرية عدنا المجاري مدمرة داخل القرية يعني من يجينا زاير بصراحة نتساحة ويا انت اشد تحكي عن توفي الخدمات ما عدنا صارنا أكثر يعني سنين دنعاني من هذا الشيء في سياق آخر أصدرت محكمة النزاهة في محافظة ذيقار أمرا قضائيا باعتقال مدير مكتب شركة النخيل المصدرة لبطاقات أو المصدرة لبطاقات مستر كارد للمتقاعدين ورعاية الاجتماعية مصادر مطلعة أكدت أن أمر القبض جاء بتهمة اختلاس أموال تصل لأكثر من نصف مليار دينار ناتجة عن جباية أموال بدون سند قانوني من المتقاعدين في الوقت نفسه طالب متقاعدون الحكومة والقضاء بفتح تحقيق عاجل بالأموال المستقطعة من رواتبهم مؤكدين أن شركة النخيل ماستر كارد تفرض استقطاعات كبيرة على رواتب من دون أي سند قانوني لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار في عدة مجالات استقبل محافظ الأنبار علي فرحان السفير التركي في العراق علي ريضا جوناي بمدينة الرمادي كما افتتح مكتبان خاصا لمنح تأشيرة الدخول إلى تركيا تفاصيل ذلك اللقاء في سياق التقرير الآتي تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار في المجالات التعليمية والزراعية والاجتماعية أهم ما تضمنه جدول أعمال اللقاء الذي جمع محافظ الأنبار علي فرحان والسفير التركي في العراق علي ريضا جوناي بمدينة الرمادي اليوم حتى حقيقة يطلع أولا على الفرص الاستثمارية وحاولنا مع التأكيد مع السفارة التركية مع جناب السفير مع الأخوان الموجودين الملحق التجاري هو دعم قطاع الاستثمار والقطاع الخاص وخصوصا تركيا لها دور كبير وفاعل في القطاع الصناعي والسياحي والقطاعات المختلفة هذه الزيارة اليوم كانت في بداية الاجتماعات كانت نتائج مثمرة هناك كثير من الاشتراكات لها الرغبة في الحمل في المجال الاستثماري وكذلك أيضا في دعم حكومة المحافظة السفير التركي من جانبه أشاد بحركة الإعمار التي تشهدها الأنبار خصوصا بعد الحرب ضد الإرهاب مؤكدا دعم الشركات الاستثمارية التركية للمحافظة طبعا نحن كنا يعني هذه الزيارة مهمة وصادفة أنه هذا اليوم أنه تعميق علاقات المحافظة مهمة مثل محافظة الأنبار نتعتبر محافظة الأنبار بعد عام 2003 وبالخصوص بعد دخول داعش يعني من الرموز اللي يتبين كيف الشعب العراق استطاع الوقوف على أقدام مرة أخرى وعلى هامش الزيارة افتتح السفير التركي مكتبا خاصا لمنح تأشيرات الدخول إلى تركيا هذا هو خبر سعيد لأهالي الأنبار أنه راح من أجل تسهيل حصول على تأشيرات الفيزا افتتحنا مكتب خاص لمنح الفيز في الأنبار تسابق الشركات الاستثمارية الدولية للعمل في الأنبار وذلك لما تتمتع به من استقرار أمني وسياسي وتوفير جميع احتياجات المستثمرين الأمر الذي شجع هذه الشركات للعمل داخل المحافظة من الرماد إدريس يحيى قناة الفلوجة أمنيا في صلاح الدين شن عناصر تنظيم داعش الإرهاب هجوما على نقاط ومرابطات أمنية بأطراف قضاء الدور الشرقية المحافظة وأكد مراسلنا أن إرهابيي داعشنوا هجومهم في وقت مبكر من صباح اليوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في محاولة للتسلل إلى قضاء الدور مؤكدا أن القطعات المرابطة صدت الهجوم دون وقوع خسائر بشرية في ديالا استشهد وأصيب سبعة منتسبين في جهاز مكافحة الإرهاب بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم شمال شرقي المحافظة مصدر أمني أكد أن العبوة استهدفت قوة من فوج مكافحة إرهاب ديالا في أثناء تنفيذ واجب في منطقة إمام واس ضمن ناحية مندلي التابعة لقضاء بلد روز شمال شرقي ديالا ما أسفر عن استشهاد منتسب وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة بدوره عدى النائب عن تحالف السيادة مضر الكروي فتح باب التطوع في صفوف الجيش خطوة مهمة من أجل ضخ الدماء الشابة للمؤسسة العسكرية ومواجهة التحديات الأمنية في كل القواطع العسكرية بالمحافظة دون استثناء حدد الكروي أربع خطوات يجب اتخاذها بعد فتح التطوع وهي احتواء حجد الدفاع وضمان حقوق مقاتلي خاصة وأن بعضهم يقاتلوا الإرهاب منذ سنوات بالإضافة إلى إسناد أبناء القرى المنتفضة ضد الإرهاب خاصة في حوض شيخ بابا والإصلاح شمال شرقي ديالا مع ضمان أن يشمل التطوع كل المناطق وأن تكون وفق أليات مرنة وشفافية عالية في سياق آخر كشفت الأمم المتحدة عن وجود أكثر من 1500 منطقة في المدن المخررة ملوثة بالألغام التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي وقال المدير الأقدم لبرنامج العراق في دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام إن حجم التلوث بالألغام كبير جدا في العراق بسبب الحروب التي شهدها وولدت مخلفات حربية متنوعة فضلا عن زيادتها خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي من خلال العبوات المبتكرة مؤكدا أن هناك أكثر من 1200 منطقة ملوثة ومكتشفة بالدليل المباشر الذي يمكن أن يرى بالعين المجرد في تلك الأثناء أفادت مصادر محلية بوفاة طفل جراء انفجار مخلف حربي جنوب غربي محافظة كاركوك وأوضحت المصادر أن المخلف الحربي الذي انفجر في منطقة الرياضة التابعة لقضاء الحويجة تسبب في مقتل طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات على الفاور إلى ذلك نشب حريق في مخيم للنازحين صباح اليوم في محافظة دهوك دون أن يسفر عن أي إصابات شهود عيان أكدوا أن الحريق نشب في أربع خيام في مخيم خانكي للنازحين جنوب دهوك وأضافوا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين النازحين إلا أنه خلف أضرارا مادية كبيرة كشفت مصادر قضائية عن تأجيل محكمة جنايات الناصرية محاكمة المقدم عمر نيزار في قضية قتل المتظاهرين وكان من المقرر أن تستأنف محاكمة الضابط المتهم اليوم لمحاكمته عن جرائم القتل العمد وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي بتهمة المشاركة في قتل المتظاهرين بالناصرية فيما يتهم الضابط أيضا يتهم بارتكاب انتهاكات جاسيمة خلال مشاركته بعمليات التحرير في مناطق جنوب الموصل بيئيا أوضح وزير البيئة جاسم الفلاحي بأن العراق سيعاني سنويا من 116 يوما محملا بالعواصف الترابية متوقعا زيادتها وداعيا إلى تخصيص الأموال الكافية لمواجهة تلك الظاهرة ودعم الغطاء النباتي وقال الفلاحي أن معالجة العواصف الترابية بحاجة إلى خطط استراتيجية تكون قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد منوها إلى أن العراق لديه خطط واضحة وضعت بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة وبين الفلاحي أن تلك القضايا مهمة جدا وأساسية ليس فقط لحياة وصحة المواطنين إنما لقضايا أخرى تتعلق بالجانبين الاقتصادي والأمني بعد أن تراجعت في الأيام الماضية تعود العواصف الترابية ثقيلة الظل على العراقيين لتخنيقهم من جديد لكن هذه المرة أودت بحياتي ثلاثة منهم وأدخلت المئات إلى المستشفيات بسبب ضيق التنفس لترتفع الدعوات من جديد بضرورة الاهتمام بالمساحات المزروعة وإقامة الأحزمة الخضراء حول المدن ثلاثة وفيات بمغداد وعشرة آلاف حالة اختناق بعموم البلاد الوحش الأصفر يخنق العراقيين ووسائل صدمه ما تزال معدومة لا غطاء نباتي ولا حزام أخضر والسلطة التشريعية تؤكد على وجوب محاسبة كافة الوزارات المقصرة المعنية إضافة لدوائر البلدية التي أتاحت التجريف الجائر للبساتين لأغراض السكن غادرون المستشفى بعد تلقي علاج بسيط أوكسجين وربما بعض العلاج دواء البسيط لكن قسم غير قليل أيضا خصوصا المصاب بالرب القصب المزمن خصوصا اللي عنده أصلا مشكلة بالقلب مشكلة نفسية مزمنة لا يحتاج إلى عناية أكثر تعقيدا ومع الأسف سجلنا ثلاث حالات وفاة على الأقل في بغداد يجب أن تحاسب كافة الوزارات يعني ويكون عملها مشترك بالقضاء على التصحق اليوم عندك وزارة الزراعة وزارة الموارد المائية وزارة التقطيق وزارة البلديات أمانة بغداد لأنه عندك أنت داخل المحافظة وخارج المحافظة المحافظة اليوم أتحدث عن بغداد اللي هو القضاء على البساتين اليوم يعني شفت تدار ميدور بغداد ما شاء الله البساتين كلها انتهت بسبب أنه تحويلها إلى قطع أراضي والقضاء عليها على عكس ما تحدثت به النائب المسوي في تقريرنا ترد وزارة البيئة حيث جهد فني ولوجستي تشترك به الوزارات المعنية لزيادة المساحات الخضراء لمواجهة الغبار بين هذا وذاك يبقى المواطن يعاني الاختناق لسنوات قادمة لحين الاكتراض لظاهرة التصحر وإعادة الأحزم الخضراء الآمنة هناك جهد فني ولوجستي تشترك به الوزارات المعنية وزارة البيئة وزارة الزراعة وزارة الموارد المائية أمالة بغداد البلديات لهم أدوار في تحسين الوضع البيئي وزيادة المساحات الخضراء وهناك أمور وأدوار كثيرة تلتزم بها هذه الجهات حتى نحاول أن نقلص من مشكلة شحة المياه خمسة عشرة عاصفة ترابية تعرض لها العراق خلال الربع الأول من هذه السنة فقط رقم كارثي مقارنة بالمعدلات السنوية السابقة ومن المتوقع أن يرتفع عدد العواصفة الترابية التي يتعرض لها البلد لما بين مائتين وسبعين إلى ثلاثمائة عاصفة ترابية بحلول العام الفين وخمسين حسب دراسات الأمم المتحدة منبغ دادانس يوسف قناة الفلوجة تحولت ضيفاف نهر الفرات في الفلوجة مما كبل النفايات إلى مكان ترفيهي يستقطب الأهالي في المدينة كورنيش الفلوجة بطول 1200 متر وبكلفة إجمالية تجاوزت ثلاثة مليارات دينار أصبح واجهة خضارية للمدينة من الآن كان الضفاف الفرات في الفلوجة عبارة عن مكبل النفايات كما تتحدث الصورة هنا إلا أن المشهد حاليا يختلف تماما إذ تحول إلى كورنيش ومساحة استراحة تلجأ إليها العوائل من داخل الأنبار وخارجها طبعا إحنا اليوم جينا على الفلوجة طبعا إحنا من بغداد كل شي شفناها لطيفة والأجواء حلوة مو مثل ما أنه إحنا متخيليها اللي يجي شوف عليها نظرة كلش حلوة جو لطيف ومدينة كلش آمنة هاي الأولى زيارتكم لو أنتوا جايين طبعا لا إحنا جايين قابل للفلوجة بس كورنيش وشوفنا بتطور يعني وقعدات جديدة قلت لك يعني مو مثل قبل حتى عمارها كلش يعني متغير إحنا جينا قبل يعني قبل الصيف هذا العام هم بالصيف فهالسنة لها كلش هوية تطورات عاشت إيدكم والله يدي ملكم ياها إن شاء الله ينقسم كورنيش الفلوجة إلى قسمين الأول مخصص للعوائل وآخر للشباب ويمتد بطول ألف ومائتي متر فيما تستعد بلدية القضاء لإكمال كورنيش ثاني جديد يقع على الجهة الغربية من نهر الفرات بعدما كان كورنيش الفلوجة عبارة عن مكبل نفايات تحول إلى مكان ترفيهي ضمن حملة عمار الأنبار الكبرى بكلفة ثلاث مليارات وبطول ألف ومائتيين ويتضمن مكان ترفيهي للعوائل ومطعم ويرتاده الشباب من خارج محافظة الأنبار وشرعت بلدية الفلوجة بتأهيل مشروع غربي نهر الفرات لإكمال كورنيش المقطع الثاني الأمن والاستقرار شجعا الحكومة المحلية لبذل جهود واضحة لجعل الفلوجة واحدة من بين أفضل المدن في العراق فضلا عن حملات الإعمار الكبيرة التي تبناها صندوق المناطق المتضررة من مكبل للنفايات إلى أماكن ترفيهية تستقطب العوائل والشباب حتى من خارج محافظة الأنبار إذ تعمل الكوادر الخدمية كخلية نحل مع الحكومة المحلية لتظهر الفلوجة بحلة أجمل من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة سياسيا كشف النائب المستقل مصطفى سند عن قرب عقد اجتماع حاسم للنواب المستقلين خلال الساعة القليلة المقبلة لتحديد شكل المبادرة التي ستطرح من قبلهم عدنا اجتماع اليوم ونخرج مموتها مرصحة في قريبا سنشكل وفد التفاوض ونطرح مبادرتنا أو خارطة الطريق لحل الانسداد السياسي كيف تضمن هذه المبادرة أهم؟ يعني سرية لغاية لأننا لم يتفق عليها بصورة نهاية هذا وأوضحت النائبة عن تحالف السيادة محاسن حمدون أن قانون أو مشروع قانون الأمن الغذائي الطارئ لن يتضمن تعيينات أو خطوات لتثبيت فئات معينة من العاملين على الملاك الدائم مشيرة إلى أن هدف القانون غذائي صرف وسينتهي دوره مع إقرار قانون الموازنة العامة الجنة المالية مستمرة في اجتماعاتها من أجل إصدار قانون الأمن الغذائي وإعطاء لكل محافظة أو لكل وزارة احتياجاتها وأمميتها من هذا القانون هذا القانون ليس بقانون موازنة كاملة وإنما قانون جزئي يخص فقط الأمن الغذائي وردتنا كثير من الطلبات من المواطنين بدرجات وظيفية ومحاضرين هذا لا نستطيع أن نتخذ قرار به لأن هذا القانون وقتي لمدة من الزمن لحين إصدار الموازنة العراقية تعتزم قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني تتشين جولة جديدة من التفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني لإنهاء الخلاف حول منصب قصر السلام تفاصيل أوفى عن تلك الاجتماعات والجولة الجديدة من الاجتماعات في سياق التقرير الآتي التنافس السياسي بين البارتي واليكتي يأخذ منعطفا جديدا بعد المرونة التي أبداها الحزبين لحسب ملف رئاسة الجمهورية وذلك لإنهاء حالة الانسداد التي أثرت على مجمل أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية لا زال الحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكا بسيد ريبا رحمة لرئاسة الجمهورية ولكن عندما يذهب الحزب في سبيل التفاوض مع الخوفي اتحاد الوطني والأحزاب الأخرى نرعي مصلحة كردستان ونرعي مصلحة العراق ونرعي توحيد الصف البيت الكردي ويعتزم البارتي خلال الساعات القليلة المقبلة رسال وفد رفيع للتفاهم مع اليكتي حول منصب قصر السلام في وقت تؤكد أطراف اليكتي تأكيدها على أهمية الذهاب إلى البرلمان بمرشح واحد تفاهمها التلوح بالأفق تنسف جميع الخلافات بين البارتي واليكتي حول منصب رئيس الجمهورية في وقت يؤكد فيه تحالف إنقاذ الوطن سعيه الدائم والمستمر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية ويؤكد تحالف إنقاذ الوطن أن مساعي البارتي لإنهاء الانسداد هي جزء أساسي من توجه الأغلبية الوطنية الساعي لإنهاء المحاصصة السياسية في البلاد كل المحاولات التي كانت موجودة خلال محاولة السيد مقتذ الصدر أو مبادرة السيد الرئيس مسعود البرزاني سوف تبين خلال الأسبوع القادم بإيجاد حل كيفية البدء في الإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم انتخاب رئيس الوزراء هذا ويترقب الشارع الكردي إضافة إلى نتائج الحوار بين البارتي واليكتي حجوث انفراج بالتفاهمات بين الإطار والتيار بما يسهم في الإصراع بتشكيد الحكومة مناربي البشيرة الحسن قناة الفلوجة أدى رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر واجب العزائي بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد النهيان وشارك الشيخ الخنجر واجب العزائي برفقة الوفد العراقي الذي ضم رؤساء الجمهورية البرلمان ومجلس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين إلى جانب رئيس وزراء إقليم كردستان وعددا من القيادات السياسية والأمنية في الإقليم خرجت محافظة الأنبار واحدا وستين خطيبا من كلية الإمام الأغظم فرع المحافظة وخضر حفلة تكريم محافظ الأنبار علي فرحان ونائبه ونائبه ورئيس جامعة الأنبار وعدد من المسؤولين الخطباء أكدوا أن الهدف كان تقديم خطيب بفكرة معتدى الوسطي يحارب الغلوى والتطرف من محافظة الأنبار من كلية الإمام الأعظم الجامعة أبو حنيف رحمه الله أقيمت برعاية محافظة الأنبار الدورة التطورية الموسومة بصناعة الخطيب الناجح صراحة صناعة الخطيب الناجح هي التي تدعو إلى الوسطية وإلى الاعتدال وإلى المحبة وإلى الصدق نريد خطيبا يعلم الناس أمور دينهم ليس بالشدة ولا بالغلد ولا بالجبر تم تدريبنا على عدة أمور ومنها بناء الخطيب الناجح وبناء الفكر المعتدل الذي يزرع بذرة في محافظة الأنبار لنشر الوسطية والاعتدال يحيي الفلسطينيون في الخامس عشر من أيار من كل عام ذكرى تهجيرهم من مدنهم وقراهم وإقامة الكيان الإسرائيلي المحتل على أنقاضها عام الفا وتسعمائة وثمانية وأربعين النكبة مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أعلن فيه قيام الكيان على معظم أراضيهم في الخامس عشر من أيار حيث يحييها الفلسطينيون عبر فعاليات شعبية للتعبير عن تمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا ويصف مركز المعلومات الوطني الفلسطيني النكبة بأنها شكلت أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرين يذكر أن النكبة شردت قسرا نحو ثمانيمائة ألف فلسطيني إلى الضفة الغربية وقطاع الغزة والدول العربية المجاورة حتام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها بعد أن أكمل البرلمان بنوده نواب يؤكدون إلغاء المحكمة الاتحادية لمشروع قانون الأمن الغذائي الطارئ أكثر من ألف وخمسمائة منطقة بالمدن المحررة ملوثة بالألغام الأمم المتحدة تؤكد المخلفات تكشف بالعين المجردة مائة وستة عشر يوما مغبرا في السنة البيئة تحذر الرقم مرشح لزيادة والمخاطر أمنية واقتصادية والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة دوتيفي أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بعافية اشتركوا في القناة